اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المختربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبول تعزيزها في مختلف المجالات ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة اليمنية والجهود التي تبذل في إطار مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لإحلال السلام في اليمن وفقا للمرجعيات المعتمدة دوليا وإصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي حضر الاجتماع سعدت الدكتور علي حسن الأحمد سفير الجمهورية اليمنية لدى مملكة البحرين